دكتور سيرتيف سكرتارينا وطنية ونفضل مرصد البغدبي المنظرات طبعاً ما يجب تولز ديواجينا عن بعض الوزراء مثلاً ناد كميتان وزير التقافة المهدي بن سعيد للي تيس كي قال لنيتل مرصد أنه استقبل قبل أيام أطفال من القرص في نفس الوقت فاتح قال لك المجال تسلول والاشتراك عن مستوى التقافي سواء في الإعلام أو الآثار أو غير ذلك على قول لك يعني فيما يرتبط بكل هذه الأشياء نقطة جوهرية يجب يعني أن نتير نقطة أساسية هي التي ستنهي الموضوع هو أن يتخذ المغريب ممتلاً في مسؤولي موقفاً كما اتخذه ملك المغريب محمد الثالث سنة 2002 حينما اتخذ قراراً بإغلاق مكتب الاتصال نحن نعرف بأنه في سنة 2000 وجوج تم إغلاق مكتب الاتصال نحن نطالب بموقف مماثل من أجل إغلاق مكتب الاتصال والضرق يعني هذه الفتنة على بلدنا هؤلاء مجرمون قتلوا إرهابيون قتلوا الأطفال والنساء يجب أن لا نسمح لهم بأن يرتعوا في بلادنا وأن يصرحوا ويمرحوا فيها نحن نطالب المسؤولين للمرة الألف بأن يتخذوا قراراً سريعاً ونعتقد بأنهم تأخروا كثيراً في ذلك الآن راح 11 شهر والفلسطينيين يدبعون والتهديدات الآن تتعاضن على القدس على المسجد الأقصى ولذلك على المسؤولين المغاربة أن يسرعوا إلى إغلاق مكتب الاتصال وطرد هؤلاء المجرمون بل ومحاكمتهم لأنهم أيديهم ملطخة بدماء الأطفال والنساء والشنو أنا ذكر إسرع لطالب تبير الدكتور سريسيد دعا أحد الباحثين بعلم الشرعية والدكتور محمد عوان كان رجل يتحيي من تلمين برادم دعا الأمين العام للرابط المحمدين العلماء للإسرع بالنسحة من تنسيقية الأئمة والحاخامات قبل فوض الأواد تنسيقية الحاخامات والأئمة وشكين تعلمون السوى الديني كين تطبيع أولاً أنا كم ما قلت لك كم ما قلت لك لأنه سترى 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 عجبان سترى عجبان في الحقيقة ولذلك نحن ندين أولاً هذه الصورة التي ضعر بها هذا الشخص مع بوفرين بالفعل كانت بها صورة صورة يمكن في 2022 أو في 2023 2022 كانت هذه الصورة وطبعاً هذه مسائل سخيفة ويجب على هؤلاء أن قليلاً من المرؤة يعني الإنسان قليلاً من المرؤة قليلاً من المرؤة لأنه كانت قليلاً من المرؤة لأن الإنسان لا يسقط في هذا المرؤة لأن هذا الشيء راح بساف هذا الشيء واش من هذا الشيء يعني راح هذا الشيء يقولنا الآن بأنهم كيسعوا من حق أرأتي سعا أرأتي سعا لهذه المسائل اللي يديرون لنا دين جديد واشغنقبلوه بدين جديد على ذكر دين جديد قارباً هذا الموضوح على المرسل المغربي في المنظمة الطبيعي من السعب الإبراهيمي لاختراق زاوية المغرب يجب أن ترحل هذا السؤال وتحدث في هذا السؤال أن من مظاهر هذا الاختراق أن يتم السيق بالضبط الصينيون يجريك في حرب 73 ضد الجيش المغربي في الجولة السورية المحتل يكون ضيفاً على الزاوية في قلب المغرب ضرع وبيت شرع وبيت شرع المسائل يعني كم مقتلك يعني كم مقتلك طبعاً هذا المسائل على المساوى الدين ربيط المحمد العلماء على المساوى الطرق الزاوية السوفية على المساوى الثقافة على المساوى التعليم العالي على المساوى الإعلام نعون على الدولة المغربية كذلك أن تحمي الأمن الروحي مغاربة يتتكلمون على الأمن الروحي بأنها مخصومة مهام مزرق من المهام مجلس الأعلى إلى غير فأح 1944 نعون عن деigning دور الكم أحميو الأمن المغاربة وراء الأمن الروحيي المغاربة تتعرضه للمخاطر ولكن من كان يقول هذه المسألة؟ بأن هذا الشيء لا يصل إلى هذه النتائج الأمن المغاربة الروحي رأياني في بلاسته كما يقول لك بأن تطبيعها لا يصل إلى المغاربة المغاربة راء مرافضين تطبيع ولم يمكن أن تطبيع ويقبلوا به لأن هذا المغاربة سيقبلوا بالقاتل ربما ستذكرت هذه الخطاة في أحد نسبة رائعة الاتخاب ولكن واقعيا.. ولكن نحن نقول لك أشكرت ذلك الانتائج نحن نقول لك نحن نقول لك بأن المغاربة ستقوم بالدور فأولا قلت لك بأن في البداية المسؤولين في الدولة يطبع لأن مغاربة راءو يجب بالذلك كله بذلك في الحلقة على مقرارات التعليم حينما توقع على التطبيع والتي لدينا الكثير من النتائج في الساحة كلها وفي كل القطاعات مدة وجيزة لأن الكثير من المغرب يوقع إذا سوف يقصد أبوال نحن نقول بأن المغرب لم تتطبيع استعادت العلاقة وحددها بدعم المقاومة إلى آخر وستقبل دكسة حماس في عدد عشبان إلى ذكرته كانت مجموعة الرسائيل التي تمرت كأن المغرب لم يقرأ وستربيت ربما كانت أسباب سياسية لتفعل المغرب طبعا نحن نقول هذه النقطة بأن على المغرب أن يسرع بإيقاف لأن إذا أخذ المغرب نفس القرار في ألفين وجوج سوف نربحنا ونجحنا فإننا نصده هذه الهجمة التي كانت في قطاعات كثيرة إذا توقيع التطبيع سوف نرى هذه المظاهر سوف نرى كل مجالة مرة هنا ومرة هنا سوف نتبعوها ونرصدها ولذلك سوف نتوجه وكان يقول بأن على المغرب أن يسارع إلى قطع العلاقات لأن من يتقطع العلاقات يتعطي إشارات أخرى بأنه سوف يفضل لنكون شيء بمعنى سوف نتحدث للجناء البرلمانية وصلنا إلى البرلمان كان يدير الجنة صداقة مع القاتلة ومع الصهاينا بمعلانة وصلنا الواحد ضرق أسفل ولذلك نتقول بأن المغرب يفضل القرار بقطع كل أشكال العلاقات مع الصهاينا حتى توقف هذا الهجوم من المجالات يحاولون أن نسدهم لأن كل مجتمع صدب ومجتمع يتصالح مع رسول مجتمع يتصالح مع رسول من الأحزاب يرجعون البلاستوم لا يبقون يتكلمون على الصداقة لأننا كما قلنا في البداية الأحزاب كلها كانت تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية ولذلك نحن ندعوهم باش يجدوا هذا الإيمان ويجدوا هذا القناعة مع القضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية بالفعل هي قضية وطنية وهي نفسها في نفس مرتبة القضية الوطنية وهي قضية الصحراء المغربية وكان قوله كذلك بأن يجب علينا أن نقوله بأن نستطبيع نقاط في قضيةنا الوطنية قضيةنا الوطنية سوف نربحها بالاستعداد أبنائنا شعبنا اللقاب اللي ضحي بالدمنا من أجل حبت رمل من صحراء المغربية كما نقوله القضية الفلسطينية كما نقوله هذا الناس ولكن لا يربطنا بالقضية الفلسطينية أشياء كبيرة عبر عقب الدول ولذلك قضيةنا الوطنية وقضية الصحراء ما يمكن إحنا راحنا في الصحراء دينا وما يمكن استكمال في الحقيقة استقلال بلادنا لا المرتبطة بالصحراء ولا المرتبطة بالمدن سبتا ومليليا راح خصوا الدار بأبناء الشعب المغربي راح الناس في 1975 فشعيط علي الملك الراحل الحسن الثاني راح ما تعطلوش الناس راح فقراء القوم هم الذين تحرقوا وجبوا بجاوم ساكن يعني ما ما كيف فكرون ما فكرونش يعني ناس يعني مابس الحموة ولكن رماؤوا بأنفسهم في مهاوي الرضا لماذا مؤمنين بأننا نرى الناس عندها عندها قناعات بأننا ندمي موس على أرضه الأرض راح ماشي بسيطة بمعنى احنا نرى ولاد الفلاحة راح ماشي عنين